موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى تغطية مباشرة لوقائع اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الحدث العالمي الأبرز الذي يعقد لأول مرة في دولة الإمارات وتحديدا في العاصمة أبوظبي ومن أبرز أحداث اليوم الأول كان انضمام دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية إلى المنظمة بصفتهما أول عضوين جديدين منذ عام 2015 بالإضافة إلى عدد آخر من الأحداث الهامة التي سنتعرف عليها خلال هذه التغطية ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين دعونا نبدأ بأهم أخبار الاجتماعات حيث توقع أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني أن يسهم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الخروج بقرارات مهمة ذات مردود إيجابي تؤسس للمؤتمر الرابع عشر خاصة فيما يتعلق بمستقبل التجارة الرقمية مشيرا إلى تركيزه على مواضيع وقضايا هامة من بينها مصائد الأسماك وقال إن بلاده ستكون الدولة العربية الأقرب للانضمام بعد جزر القمر لسيما بعد المراحل المنجزة لتلبية شروط الانضمام حقيقة اليوم لبنان أنا بقولك بعد جزر القمر حيكون أقرب دولة عربية بالمراحل اللي اجتزناها يعني لا يحقق كل شروط الانضمام نتأمل أنه بالجولة القادمة أو بأقصى حد ما بعدها طبعا رهنم بظروف البلد أنه يكون لبنان الدولة العربية الثانية يعني اللي بده تكون ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية والآن مشاهدين ننتقل إلى الزميلة ميرنا وبقية الزملاء في موقع الحدث مركز أبوظب الوطني للمعارب أدنك صباح الخير ميرنا وتفضلي إليك الكلمة صباح الخير مكتوم أهلا بك معنا إذن مستمرون معكم مشاهدين في تغطيتنا لوقاع اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وللحديث عن فعاليات اليوم وأبرز ما نتج عن اليوم الأول لهذه القمة التجارية المهمة التي تشهدها وتستضيفها العاصمة أبوظبي أرحب هنا بضيفي الدكتور سعيد الهاشمي رئيس الشركات والتواصل البرلماني والمنظمات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية صباح الخير ميرنا صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية دكتور كان هناك الكثير من الزخم في جلسات يوم أمس والعديد من التصريحات المهمة وأيضا النتائج الملموسة لو تدعنا في تفاصيل أبرز ما نتج عن يوم أمس وما المتوقع من جلسات اليوم تحت المؤتمر وحضور سمو الشيخ خالد بن محمد كان هو وقع كبير على أهمية المؤتمر من جميع الوزراء والحاضرين من أهم المخرجات طبعا كان دخول دولتين جديدتين للمنظمة وجزر القمر دولة عربية طبعا ودولة تيمور ليستي بحضور رئيسين من هذه الدولتين الحاجة الثانية اللي كانت مهمة أمس هو أنه تماني دول وفقت على موضوع اتفاق الدعم الأسماك موضوع تم اتفاق عليه من حوالي سنتين لكن حتى يدخل حيث التنفيذ لازم يكون فيه تصديق من البرلمانات الآن وصلنا في أبو دبي للتسعة وستين دولة وهذا الصباح في دولة أخرى فصلنا سبعين دولة وافقة لازم هناك تقريبا أربعين دولة اللي هي بقية حتى يدخل هذا الاتفاق حيث تنفيذ والهدف منهم محافظة على الأسماك والمحيطات في العالم في إطار الأهداف التنمية المستدامة نعم أيضا كان هناك دكتور كما ذكرت الكثير من المحادثات التي رأيناها يوم أمس اليوم أيضا يوم مهم سوف يتم التطرق للكثير من القضايا منها قضايا التجارة والمناخ دائما هناك إشكاليات بهذا المحور كيف برأيك يمكن مواءمة المناخ وقضايا المناخ الملحة مقابل التجارة والمكاسب للدول هناك موضوع عام جدا مدامنا في الإمارات أنه قبل حتى بداية المؤتمر كان هناك دعم قوي خصوصا من سمو الشيخ عبدالله بن زايد ومعالي طبعا عشر مليون دولار عشر مليون مليون بس أعلن عليها طبعا الشيخ عبدالله بن زايد بس أيضا معالي الوزير الثاني الزيودي مواضيع كل هذه هم دعم الدول السائرة في النمو ودعم أن النساء كلها دور أكتر في التجارة وكذلك موضوع الأسماع فهذا كان دعم قوي حتى بداية المؤتمر الموضوع الثاني اللي كان فيه دعم أيضا هو بنسبة لموضوع الاستثمار 123 دولة أيضا وافقت على أنه يكون هناك قواعد لجذب الاستثمارات وهذا موضوع أيضا تم هنا في الإمارات كدولة داعمة للموضوع بالنسبة لقضية المناخ طبعا الإمارات لها دور أيضا لأنه من حوالي شهرين كان هناك مؤتمر الكوب هنا وأول مرة الكوب كان فيه يوم خاص بالنسبة كيف أنه التجارة تساعد في موضوع المناخ وحاليا داخل المنظمة طبعا هناك كان هناك بالأمس الوزراء كان هناك مناقشات حتى يعني يكون هناك طرق أنه التجارة تساهم في دعم الدول حتى تخفض من الانبعاثات وعن طريق مثلا السياسات التجارية موضوع هام جدا مثلا بعض التقارير اللي عنا تقول مثلا أنه الطاقات المتجدة دا يتم عليها رسوم جمركية أعلى من الطاقات التقليدية فيعني هناك أشياء نقول أنه هناك لازم يكون فيه حديث فيها وحتى تكون تسهيل لأنه التجارة تساهم في أنه يكون هناك خاصة لأنه اليوم هناك توجه نحو الاستدامة هناك توجه نحو دعم وتطوير الاقتصاد الأخضر فهذه أيضا نقاط مهمة جدا ودولة الإمارات تحديدا لديها هذا التوجه خاصة بعد استضافتها لكوب 28 هنا في الإمارات موضوع المناخ طبعا هناك كما تفضلت حضرتك أنه لازم هناك تنمية مستدامة يعني ما بقاش فيها اختيار لازم حتى نحافظ على الكوكب الموضوع الثاني اللي احنا عنا مجموعة من الاقتصاديين يقولون أنه زيادة عن هذا الهدف هناك أيضا فرص للشغل وفرص للتنمية موجودة لما يكون الاقتصادات تعمل أن يكون عندها سياسات للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعات فمش بس كأهداف يعني هي سامية لكن أيضا حتى من الموضوع الاقتصادي والجانب التجاري لها أيضا مزايا إيجابية جدا والإمارات طبعا لها دور قيادة في هذا الموضوع نعم وبالنسبة لدولة الإمارات هذا ملف مهم جدا دكتور أودا أسألك بخصوص الدول النامية هناك الكثير من التحديات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تواجه هذه الدول دور منظمة التجارة العالمية هنا وخلال المحادثات التي نشهدها هنا في العاصمة أبو ذبي في دعم الدول النامية والقضايا المتعلقة بها تحديدا مؤتمر الوزاري الثالث عشر بقهيدة الإمارات يتم أيضا لازم نذكر هذا الموضوع في إطار اضطرابات جيوسياسية كبيرة جدا في منطقتنا العربية وفي مناطق أخرى هذه الإطارابات لها وقع على سلاسة الحركات التجارية في العالم لما ننظر إلى البحر الأحمر هناك طبعا وقع على موضوع سلاسل القيمة على حركة التجارة وحتى أيضا على مواضيع مثلا نكون عندها وقع مثل الأمن الغذائي أو أنه تكلفة بالنسبة للمنتج والمستهلك لذلك الدول النامية طبعا إذا كان حد يعني لا يكون هذا الوقع الغير الإيجابي عليه فالدول النامية يكونها وقع أكبر لذلك المنظمة تعمل أنه يكون فيه اتفاقيات هنا مثلا خصوصا من موضوع الأمن الغذائي موضوع الزراعة موضوع تقليل من الدعم للصيد الأسماك موضوع تيسير التجارة الإلكترونية مثلا أنه فيها فرص كبيرة جدا للدول النامية فهذا الموضوع كلها فيها محادثات حتى يكون هناك فرص أكبر لهذه الدول حتى تستعمل التجارة الدولية لصالح تنميتها الاقتصادية الموضوع الثاني الذي هو أهمية وطبعا سهمت فيه مثلا العشر مليون دولار كدعم من الإمارات ومن دول أخرى هو أنه المقدورات الفنية لهذه الدول هي في مجملها محدودة ويجب مساعدتها حتى يكون هناك مثلا القواعد الفنية لموضوع التجارة كيفية تفاوض على المواضيع وكل هذه الدول لها المنظمة العالمية تساعد في هذا الموضوع من المعونة الفنية لدعم المفاوضين من هذه الدول وكذلك لدعم السياسات التي تروم إلى أن الصادرات من هذه الدول تكون عندها انفتاحات في الأسواق العالمية فهذا يعني دورنا ومن خلال هذا المؤتمر هذه الأهداف نسعى إليها كلها أيضا من ضمن دكتور القضايا المهمة التي سوف يتم مناقشتها في هذا المؤتمر موضوع تسوية النزاعات يعني منظمة التجارة العالمية هدفها الأساسي عندما أنشئت أو أحد أهدافها هو موضوع تسوية النزاعات بين الدول وخاصة نتحدثون عن النزاعات التجارية هل تنجح هذه النسخة برأيك بحل هذه القضية العالقة والعمل على هذه الإجراءات التي يعني العمل على مكامل الخلال به القوانين الموجودة الآن في منظمة التجارة العالمية طبعا المنظمة العالمية تجارية من أحد أهم المزايا التي فيها قانونيا كقانون دولي أنه فيها آلية لفك النزاعات بطرق سلمية وهذا الموضوع طبعا عنده مشاكل لكنه يشتغل بصورة جيدة هل وفعها على أرض الواقع؟ هو حاليا عنده بعض المشاكل في مرحلة فقط من المراحل آلية فض النزاعات آلية فض النزاعات لها ثلاث مراحل مرحلة الأولى أنه يكون تشاور بين الدول اللي يحل النزاع والمرحلة الثانية أنه يكون فيه لجنة تبحث في هذا الموضوع هذه المرحلة الأولى والثانية تشتغل بدون مشاكل لحد الساعة المشكلة لدينا هو في مرحلة الاستئناف الاستئناف حاليا يتم التفاوض عليه عندنا سيتم أنه محاولة داخل هذا المؤتمر لكن الديدلاين أو بالنسبة لفك لإيجاد حلول هذا الموضوع عندنا سنة 2024 كلها فالمسج الذي أحب أن نقوله أنه الآلية تشتغل على الأقل في المرحلة الأولى والثانية المرحلة الاستئنافة التي عليها مشاكل وفيها مثلا لازم مناقشات على المستوى السياسي وهذا ما يحصل حاليا من خلال الوزراء الموجودين في أبو ظبي في هذا المؤتمر الوزاري الثالث عشر دكتور فقط لنفهم بعد أخذ القرارات بعد مرحلة الاستئناف عندما يتم أخذ القرار هل هذه القرارات التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية الآن ملزمة على الدول وماذا لو لم تطبق في حل بعض القضايا النزاعات التجارية التي تحصل ما بين الدول الاستئناف حاليا معطلة بشكل ما لذلك كل المفاوضات الحالية يعني كل الوزراء حتى اليوم صباحا تكلموا فيها الموضوع أنه أهمية استراتيجية لأنه يجب الحفاظ على آلية المنازعات لأنه آلية المنازعات هي جزء لا يتجزء من القواعد الحاكمة للموضوع النظام التجاري العالمي فإذا لم يبقى هناك آلية لفضل النزاعات كل القواعد الأخرى ليس لها أي قيمة فموضوع استراتيجي وحساس والجميع يعني يفعل ما يمكن أن يقوم به حتى يتم إيجاد حل وطبعا عنا سنة من العمل حتى نصل إلى حل إن شاء الله حتى نصل إلى حل إن شاء الله نعم دكتور أيضا من الموضوعات المهمة موضوع ذكرته عرّجت عليه في بداية حديثنا وهو موضوع التجارة الإلكترونية التي تستخدمها الدول النامية أو تعول عليها بالأحلى الدول النامية بشكل كبير خاصة في ظل يعني صغر اقتصادها وأيضا شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة هذا القطاع أيضا المهم جدا بالنسبة للدول النامية إلى أي مدى هناك عوائق وتحديات أمام هذا المحور بالذات محور التجارة الإلكترونية ما الذي تحاول منظمة التجارة العالمية تسهيله من خلال المناقشات التي تجري اليوم بين الوزراء المتواجدين هنا في أبوظبي أسئلة كلها حقيقة هامة جدا التجارة الإلكترونية طبعا هي من أهم القطاعات في التجارة العالمية وكذلك هي من القطاعات الأسرع نموا بحوالي 8% في خلال العشر السنوات الأخيرة فهو يعني مش المستقبل حاليا والمستقبل التجارة العالمية يمر عبر هذا الموضوع حاليا داخل قواعد منظمة هناك طبعا كل سنتين يجب تجديد اتفاق حتى لا يكون هناك رسوم على المعاملات داخل التجارة الإلكترونية ومن بين الأشياء اللي هامة داخل المؤتمر الموضوع أنه الحفال على هذا الموضوع لأنه ليس هناك رسوم فأنت لم ليس هناك رسوم فمعناه أنه ما نستعمل من خلال هواتفنا النقالة كأبليكيشنز وكذا لا يتم دفع عليها رسوم فهذا موضوع يسهل ولوج كما تفضلت المقاولات الصغرى النساء المقاولون شباب فكل ولوجهم للأسواق العالمية حاليا يتب على ما نسميه بالالكترونيك بلاتفورمز لذلك من الأهم المخرجات اللي أنتظر أنه يكون فيها وأنا متفائل بهذا الموضوع رغم الصعوبات أنه يكون فيه يعني كما نقول لهذا الموضوع أنه ما يكون فيه رسوم على التجارة الإلكترونية ويكون بين أهم القرارات في أبو دبي إن شاء الله أيضا هناك تحديات أخرى تواجه هذا القطاع يعني دايما نتحدث عن المأمول ولكن يجب أيضا نتحدث عن الواقع التحديات التي تواجه القطاع التجارة الإلكترونية خاصة بالنسبة لي دايما نتحدث أيضا عن الدول النامية بالنسبة للبنى التحتية لهذه الدول هل سوف يتم التطرق إلى هذا التحدي بالتحديد؟ ما الذي يمكن أن تقدمه منظمة التجارة العالمية؟ طبعا الموضوع التجارة الإلكترونية عنده فيه شقين فيه ما نسميه بالصفت إنسترسترستر والهارد إنفرسترستر طبعا لازم يكون عندك مثلا أوبتيكل فايبر في بلدك وكذا حتى يكون الموضوع له أهمية زيادة على أنه لازم يكون فيه قوانين عدد من الدول مثلا الأقل نموا من ناحية الإنفرسترستر ومن ناحية القوانين أيضا لا تتوفر على هذا فما نقوم به هو أنه من خلال تعاملنا مع مؤسستك البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية نحاول أنه يكون فيه معونات فنية ومنوعنات أيضا حتى يكون هناك إنفرسترستر في هذه الدول التي لا تتوفر على هذه المواضيع أيضا عندما نتحدث اليوم عن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث التجاري العالمي المهم ونتحدث عن الزخم اليوم الذي تعطيه العاصمة أبو ذبي لهذا الحدث المهم سمعنا يوم أمس كلمة معالي الدكتور ثاني لزيودي عندما تحدث بأنه كل الجهود تبذل اليوم لدعم مخرجات هذا المؤتمر ولإنجاح هذا المؤتمر هنا في العاصمة أبو ذبي ما المأمول دكتور على كافة الأصعدة التي تحدثنا عنها اليوم وكيف تسهم برأيك استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث في دعم المخرجات اليوم التي سوف تنتج عن هذا المؤتمر من مداعي تفاؤلي أنه أخي وصديقي العزيز الدكتور ثاني الزيودي هو رئيس هذا المؤتمر وعمله ما بتداش اليوم بس في أبو ذبي يعني عمل أشياء كثيرة في جونيف ومناطق أخرى حتى نصل إلى توافقات بالنسبة لأهم المواضيع ولكن في نظري أنه من بين الأشياء التي سيكون فيها غالباً اتفاقيات تحتقياته وتحقيادة مدير العمل المنظمة نغوزي وكونجو وإيويلة مثلاً موضوع الأسماك موضوع الأمن الزراعي أو الزراعة بشكل كبير وكذلك موضوع التجارة الإلكترونية وبعض قضايا التنمية كلها الآن مطروحة على طاولة المفاوضات اللي بيحصل غالباً أنه بتكون هناك مفاوضات جد كبيرة جداً في جونيف على المستوى السفراء يتم التفاوض على عدد من النقاط لكن دائماً تبقى هناك ثلاث أربع نقاط اللي لازمها نقوله سلطة سياسية أعلى هي اللي تبث فيها وهذا أبو ضبي فيها تجمع للوزراء تحت قيادة الدكتور تاني الزيودي هو دورهم أنه ينظروا للمواضيع بشكل سياسي أكتر وكذلك من معظم المواضيع عندنا تقنية نسميها تقنية الحزمة الاتفاقات يعني دائماً أنه يكون في حزمة من المواضيع يتم تفق عليها بشكل كلي لذلك شجد واحد عنده مثلاً مصالح أكتر في الزراعة لكن يجب أنه يعطي مصالح أخرى في موضوع التشاري الإلكترونية ويتم توازن حتى موضوع الزراعة موضوع شائك جداً أيضاً اليوم عندنا ضوء في بعض الغداء إن شاء الله يكون أول تفاوض على هذا الموضوع من بين الوزراء طبعاً تحت قيادة السفير التركية ووزير التركي في العشية إن شاء الله يكون فيه تفاوض ونشوف رغم صعوبته طبعاً ما هو موضوع سهل لكن طبعاً لازم يكون فيه توافق على الأقل أنه خارط الطريق لما يمكن أن نقوم به في هذه السنة أو السنة القادمة في انتظار المؤتمر الوزاري القادم في الكاميرون إن شاء الله دكتور عندما نتحدث عن مواضيع حساسة مثل الموضوع مثلاً الزراعة وأيضاً غيرها من المواضيع الأحداث العالمية يعني الآن الاتجاهات الاقتصادية العالمية أيضاً الأوضاع السياسية والجيوسياسية هل تؤثر وتلقي بظلالها بشكل كبير على ما يجري في أروقة منظمة التجارة العالمية موضوع كالحرب تصعب المهام شوية مثلاً الحرب في أوكرانيا العديد مننا لم يكن يعلم أن أوكرانيا وروسيا طبعاً لهم حصة كبيرة من موضوع الحبوب أكبر المصدرين والحبوب طبعاً معناه أن كل الشعوب التي تقوم على أن الخبز أهم شيء بالنسبة لها فكان هناك الحرب كان لها وقع ولا زال على حركة تصادرات بالنسبة للحبوب والأتمنة الزراعية وما يتلي ذلك من أن التكلفة بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للمنتج ترتفع وتجعل موضوع الأمل الغدائي صعب جداً هناك أيضاً موضوع قيود على الصادرات بعض الدول من المواد الغدائية وهو أيضاً موضوع نتطرق له داخل المنظمة ونحاول أن يكون فيه أقل وقع من هذه القيود على حركة المواد الغدائية وبالتالي على مسألة الأمن الغدائي في العالم طبعاً هذا موضوع مهم جداً ولكن في المقابل أيضاً هناك الكثير من عندما نتحدث عن أبرز ما نتجا عن يوم أمس كثير من الإيجابيات انضمام جزر القمر يوم أمس وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية دكتور بالحديث عن هذا الانضمام اليوم أهميته بالنسبة لهذه الدول بالنسبة لإقتصاداتها وماذا أيضاً عن دول أخرى سمعنا أمس تصريح وزير الاقتصاد اللبناني حول أيضاً وضع لبنان وأتوجه نحو أيضاً تقديم ملف للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أول من أمس كان هناك اجتماع للوزراء العرب تحضير المؤتمر وحصل للشرف أن أحضره مع المديرة العامة للمنظمة وطبعاً معالي وزير التجارة اللبناني تكلم في هذا الموضوع ومعالي الوزير العراقي أيضاً حتى العراق يعني في موضوع الانضمام للمنظمة الانضمام طبعاً صعوده أن الدول التي تسأل يعني تطلب الانضمام يجب أن تقوم بأخذ كل القواعد الموجودة في المنظمة وتحاول تفعيلها داخل منظومتها القانونية فهو موضوع يعني تطلب وقت وكذلك تطلب مفاوضات مع بعض الدول بالنسبة لمفاوضات بالنسبة لبعض الرسوم الجمركية وبعض القطاعات إلى آخره لكن المتحكم فيه هو طبعاً الإرادة السياسية للدولة التي تطلب الانضمام وهي التي تحط كيف ما نقوله الرثم تبع المفاوضات القمر أو تيمور الشرقية طبعاً الاهتمام كان حتى بالنسبة لهم على مستوى رؤساء الدول كما لاحظت يعني هم رؤساء الدول حضروا التوقيع لذلك أظن أنه بالنسبة لهم هام جداً ليش؟ لأنه عدد من المستثمدين الأجانب ينظرون إلى موضوع هل أنت عضو أو لا من ناحية أنه هناك قواعد وهناك موضوع عالية فك النزاع فيكون هناك ثقة أكتر في هذه الأسواق والولوج أو الاستثمار في هذه الدول أظن أنه بالنسبة للقمر أو بالنسبة للتيمور الشرقية كان هذا هو الاهتمام الرئيسي كيفية جدب الاستثمارات وكيفية أنه إصلاحات كثيرة في المنظومة التجارية والاقتصادية تتم من خلال تبع الانضمام للمنظمة كما ذكرت هناك يجب أن يكون إرادة سياسية ولكن هل هناك أيضا إجراءات معينة يجب أن تتبعوا هذه الدول التي تود أن تنظم لمنظمة التجارة العالمية نتحدثون عن إصلاحات داخلية للقطاع التجاري والاقتصادي في الدولة طبعا الحزمة القواعد الموجودة في المنظمة تم تفاوض عليها من خلال 60 زنة وهناك الآن 166 دولة متفقة على هذا الموضوع وحتى هذه القواعد طبعا الدولة التي تطلب الانضمام حديثا هناك صعوبة أنها تغير هذه القواعد الموجودة فبالعكس يعني مطلوب منها أنه يكون أخذ هذه القواعد ووضعها داخل المنظومة الوطنية للقوانين وهذا يتطلب مثلا أنه تكون هناك إصلاحات في مواضيع بسيطة جدا مثلا بعض القوانين مكتوبة بس بالعربي يجب أنه يتم تحويلها إلى الإنجليزي وشرحها إلى الآخرين وخلال المفاوضات يتم أي شرح لكون فيه صعوبات كبيرة جدا بالنسبة لإقتصاد الوطني أنه يفتح قطاع من القطاعات فيجب أنه يكون هناك مفاوضات وشرح حتى يكون هناك ما نسميه بالإصلاحات في بعض القطاعات التي هي حساسة مثلا لهذه الدول وهناك طبعا من خلال المفاوضات يكون هناك باكيج حزمة تراعي صعوبات الدول التي تطلب الانضمام ولكن أيضا تطلب أن يكون فيه إصلاحات كبيرة جدا دائما من القضايا الشائكة بهذا الموضوع دكتوري التي نقرأ عنها موضوع أو نسمع عنها موضوع التعريفات الجمركية هل هذه من ضمن الأساس التحديات أيضا التي تواجه انضمام بعض الدول؟ ملفات الانضمام فيها طبعا مفاوضات على قطاع السلع ومعظمه على التعريفات ولكن أيضا بالنسبة للقواعد الفنية التي هي في نظري أنا حاليا هي التي تكتسيم أهمية أكبر من الرسوم الجمركية فقط اليوم ممكن أي حد يقول أنت لا تحترم قواعدي الفنية لمنتوج ما فلا يمكن أنه نخليه يدخل هذا المنتوج إلى السوق والرسوم الجمركية من خلال معظم الأعضاء في المنظمة الآن الرسوم الجمركية تميل أكثر إلى الانخفار ومعدلاتها منخفضة في معظم دول لكن القواعد الفنية هي الآن تحكم وزيادة على ذلك أنه موضوع الخدمات وما يرتبط به من موضوع التجارة الإلكترونية هذا هو الأهم حاليا بعدد من الدول يعني تحط أكثر اهتمام في هذا الموضوع لأنه هو الموضوع المستقبل وهو الموضوع الذي يمكن يعطي فرص أكثر بالنسبة للشغل بالنسبة للمقاولات الصغرى بالنسبة للتصدير بالنسبة لأنه يكون عندك دور فيه سلاسل القيمة العالمية فهذا يعني بالنسبة لي هم المواضيع الأكثر أهمية في عدد من الدول وألحح وألحح دكتور أتحدث في بداية حديثك وأود أن نختم بهذا الإطار عن العشر مليون دولار التي قدمتها دولة الإمارات كيف سوف يتم استثمارها بالإضافة ذكرت إلى موضوع هذه المنحة المقدمة كيف سوف تدعم نظام التجاري العالمي وصندوق النساء المصدرات أيضا لو تعطينا نبذة في هذه الجزئية أكثر تفصيلا لو سمحت عدد من دول الأعضاء تدعم عدد من الصناديق الموجودة داخل المنظمة وطبعا دولة الإمارات كأول دعم يعني دعم كبير جدا أظن أنها خصصت أربعة مليون دولار لشيء نسميه أو صندوق دعم للدول الأقل نموا من ناحية دعم المقدورات التصديرية في عدد من هذه الدول وخصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى أو النساء أو المقاولين الشباب فيتم مثلا من خلال هذا الدعم الموجود أنه تدريب على مسألة القواعد الفنية إلى آخره وبالنسبة للنساء نفس الموضوع بس أظن أنه حوالي خمسة مليون لخصصة لهذا الموضوع حتى يكون هناك لنساء دور أكبر في التجارة العالمية دكتور أطلنا عليك ولكن مع المعلومات مهمة جدا أنا أشكرك على وجودك معنا شكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى تواجدك معنا هنا في هذه التغطية دكتور سعيدة الهاشمي رئيس الشركات أو الشراكات والتواصل البرلماني والمنظمات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية شكرا لك دكتور إذن مشاهدين سوف ننتقل إلى الاستوديو استوديو مركز الأخبار مع زميلي مكتوم شكرا ميرنا ومستمرون في هذه التغطية تغطية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث أكدت الدكتورة نيغوزي أوكونغو إيويلة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مجال التجارة في تحقيق الأولويات الوطنية والعالمية وقالت ويلة في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي قالت إنه بدون التعاون سنتجه نحو اقتصاد عالمي مجزأ بشكل متزايد مما يجعل تحقيق الأولويات العالمية أكثر صعوبة وتكلفة وفي بعض الحالات مستحيلا وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن معدل نمو التجارة العالمية للسلع يمكن أن يقل عن ثلاثة وثلاثة أعشار في المئة هذا العام كذلك مشاهدين أكد محمد الأشوال وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية أكد الدور الكبير والرائد لدولة الإمارات في دعم وتعزيز حركة التجارة العالمية مشيرا إلى أن جهودها الحثيثة ستسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والخروج بقرارات هامة وحاسمة وأضاف أن الإعقاد هذا الحدث الضخم في الإمارات هو دليل واضح على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة لتصبح مؤثرا إقليميا ودوليا في التجارة العالمية فضلا عن كونها حاضنة للعمل التجاري في المنطقة والعالم أن يعقد هذا المؤتمر الدولي الكبير في الإمارة العربية يدل دلالة كبيرة أن الإمارة اليوم تقدمت خطوات فأصبحت اليوم مؤثر دولي ومؤثر عالمي ومؤثر إقليمي الإمارة اليوم أصبحت حاضنة للعمل التجاري هذا المؤتمر كنت بالأمس مع مدير عامل المنظمة نتحدث حول المؤتمر ووجدت تفاؤل كبير لأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات هامة إذن مشاهدين هذه التغطية مجتمرة لفعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الآن عود بالكلمة والصورة إلى الزميلة ميرنا في قلب الحدث شكرا لك مكتوم إذن كما ذكرت مكتوم مستمرنا معكم مشاهدين في هذه التغطية من هنا من أرض الحدث لفعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية اليوم في يوم الثاني حيث تدور المناقشات بين الوزراء حول قضايا ملحة تتعلق بالتجارة العالمية وهذا الحدث تستضيفه العاصمة أبو ذبي لمناقشة تفاصيل اليوم الثاني وأيضا الموضوعات ينضم إلينا هنا في الستوديو السيد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد صباح الخير أستاذ جمعة وأهلا بك معنا في هذه التغطية بداية أود أن أسألك بخصوص المنحة المقدمة من قبل دولة الإمارات نتحدث عن عشرة ملايين دولار تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية لتدعم بعض الصناديق ما دلالت هذا الدعم وهذه المنحة بالنسبة لدولة الإمارات أول شيء نقول أهمية استضافة هذا المؤتمر الذي يعتبر أهم نصة لكافة الدول لمناقشة أجندة التجارة العالمية وأهمية حقيقة كبيرة جدا بالنظر في الوضع العالمي التجاري وحركة التجارة وأصبحت فيها نوع من الربكة ولازم يكون فيه تدخل الآن من قبل المنظمة لإعادة النظام التجاري لوضعه الطبيعي الآن المنصة التي أتاحتها دولة الإمارات لصناع القرار لأصحاب المعالي الوزراء لصانع السياسات هي فرصة ذهبية لحشد كافة الجهود نص ما اتفضلته للاتفاق على صياغة مستقبل التجارة العالمية المنصة هذه دولة الإمارات وضعتها الهدف الأسمى هو إنجاح الأجندة التي موجودة في هذا المؤتمر وحكومة دولة الإمارات طبعا من منطلق القيادة الرشيدة ودعمها الأجندة التجارية العالمية أعلنت في بداية المؤتمر عن هذه المنحة لتعزيز أو ترسيخ النظام التجاري المتعدد الأطراف بشمولية ونعني بالشمولية هنا لكل بما فيها الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا مشمول في هذا النقاش والهدف من هذه الشمولية أن يخرج الجميع مستفيد من الأجندة المطروحة في المفاوضات هذه وخاصة الدول النامية لأن هذه المنحة كما ذكرنا سوف تعمل على تمكين الدول النامية من المشاركة والاستفادة من منظومة التجارة العالمية كيف ستدعمها بهذا الإطار برأيك؟ اليوم إذا ننظر إلى الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموا نراها فجوة كبيرة فيما يتعلق بإمكانيات وقدرات الدول لوصول سلعها إلى الأسواق الأخرى هناك مواصفات هناك الآن نرى بعض الدول فرضت ضريبة على الكربون هناك العديد من الإجراءات التي تطلب من الدول معرفتها والوصول إلى المستوى المطلوب لدخول سلعها إلى هذه الأسواق البرامج الدعم هذه بما فيها بناء القدرات تمكن هذه الدول من التعرف على هذه المتطلبات وبالتالي تمكن وصول سلعها إلى الأسواق الخارجي هذا من منظور الفجوة التي كانت موجودة في السابق الآن ننظر إلى فجوة تكنولوجية موجودة بين الدول المتقدمة والدول الأقل نموا فنحن نسعى إلى عدم تكرار مثل هذه الفجوة وقدمت دولة الإمارات بالإضافة إلى الأجندة المطروحة في المفاوضات هناك مبادرات مصاحبة للمؤتمر الوزاري تتعلق بمستقبل التجارة التجارة والتكنولوجيا كيف ممكن للدول التي لا لديها قدرات مالية وما لديها قدرات بشرية كيف ممكن التكنولوجيا تخدمهم بشكل أكبر وتضيف إلى قدراتهم التصديرية وبالتالي تمكنهم بالاستفادة من النظام التجاري المتعدل الأطرار على هامش هذا النقاش الذي تفضلت به قبل قليل هناك نقاشات منفصلة تجري حول هذا المحور التجارة والتكنولوجيا اليوم كيف تستطيع الدول اللي ليس لديها البنية التحتية للتكنولوجيا للاستفادة من هذا الانفتاح برأيك العنوان المهم حقيقة دولة الإمارات تاحت قدراتها من خلال شركاتها الوطنية وكيف يمكن تربط الأسواق مع بعضها بتوفير الحلول سواء كانت متعلقة بعمليات التخليص الجمركي المتقدمة المتطورة التي تسهل عملية وصول السلع وكذلك توفر الوقت وتقلص من الكوست أو يعني من التكلفة على المصدرين فالاجتماعات المصاحبة للمؤتمر أتاحت لشركاتنا الوطنية من توفير هذه الحلول للعديد من الدول وحضروا وزراء من مختلف الدول هذه الاجتماعات وإن شاء الله نطلع إلى تعاون أكبر مع مختلف الدول بتقديم حلول تخدم التجارة العالمية وتجارة دولة الإمارات موضوع مهم أيضا تحدثنا به قبل قليل مع الدكتور سعيد الشامسي وأدعي أسألك عنه هنا من منظور دولة الإمارات الدعم الذي يقدم من خلال هذه المنحة لدعم المرأة في مجال التصدير سوف يتم إطلاقه خلال هذا المؤتمر الوزاري كيف يمكن أن يساهم بالفعل في تمكين المرأة وأهمية تمكين المرأة في هذا المجال تحديدا مجال التصدير والتجارة وطبعا دولة الإمارات تولي الكثير من الاهتمام لدعم المرأة ليس فقط في هذا المجال ولكن الكثير من المجالات ولكن ماذا يعني الاهتمام في هذه الجزئية تحديدا وهذه المنحة في هذا الصندوق مهمة جدا لتمكين المرأة في وصولها إلى مجالات أكبر في تصدير السلع وكذلك في استخدام أو تسخير التكنولوجيا للتصدير دولة الإمارات رائدة جدا في هذا المجال والمبادرات كثيرة في تمكين المرأة أو على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية وهو نموذج يحتذى به في الكثير من الدول حتى المتقدمة حقيقة ومساهمة دولة الإمارات اليوم بتضيف إضافة إيجابية في هذه المبادرة ونراها موجودة أصلا في أهداف التنمية المستدامة نشوفها موجودة في أجندة المؤتمر الوزاري من محور التجارة والتنمية وتمكين المرأة ودولة الإمارات أخذت كذلك بادرت وانطلقت منذ سنوات في الإعلان الوزاري الخاص بتمكين المرأة في التجارة وهي مستمرة في هذه الجهود أنا أشكرك انتهى وقتنا شكرا على وجودك معنا في هذه التغطية سيد جمع الكيتا الوكيل المساعد لشؤون تجارية دولية في وزارة الاقتصاد شكرا إذن مشاهدين عودة إلى ستوديو مركز الأخبار مع الزميل مكتوم شكرا جزيلا ميرنا وشكر لضيفك الكريم ونعود إذا ما لدينا من أخبار أيضا من هنا من مركز الاتحاد للأخبار حيث توصلت أكثر من مئة دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بينها الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على هامش اجتماعاتها في أبوظبي لتسهيل الاستثمارات الدولية عبر وضع حد للعراقين البيروقراطية ونقص الشفافية وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نيجيرية نيجوزي كونغو إيوالا في بيان على أهمية هذا الاتفاق المبتكر الهادف إلى مساعدة الموقعين عليه على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تحفيز النمو ومكاسب الإنتاجية وخلق فرص عمل والاندماج في سلاسل الإمدادات العالمية ترجمة نانسي قنقر كذلك مشاهدين أكد إحسان الإسلام ماتيتو وزير دولة للتجارة في بنغلاديش أكد أن بلاده تقدر مساهمة منظمة التجارة العالمية في تعزيز نظام تجاري شفاف متعدد الأطراف وشدد على أهمية احترام ظروف أي دولة من أجل إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وحقيقي أدت الأزمات العالمية التي أثرت على العالم بدءا من فيروس كورونا متبوعة بالصراع المستمر في أوكرانيا وغزة إلى خلق حالة من الفوضى مما تسبب في عرق التم وتعطيل التجارة العالمية ونعتقد أن منظمة التجارة العالمية من يمكنها التغلب على هذه الظروف غير المستقرة هذا ليس موقفا يمكن التغلب عليه من خلال حكومة واحدة فقط أو دولة واحدة بل يجب احترام الظروف الأولية من أجل نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وحقيقية وستواصل هذه الحكومة دعم سعي منظمة التجارة العالمية لتحقيق الاستقرار العالمي والاستقرار الاقتصادي والالتزام بتحقيق الرخاء بين الدولي الأعضاء اشتركوا في القناة ومن الأخبار الهمة أيضا دعت مجموعة الأربع المتمثلة بدولة بنين وبوركينا فاسو ومالي وشاد والمنتجة للقطن دعت إلى إنهاء سياسات دعم القطن في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين والتي تؤثر على أسعار القطن المحلية وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي وطالبت أيضا بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها حتى الآن وقال وزير الصناعة والتجارات شادي إنه على مدى السنوات العشرين الماضية استمرت اختلالات السوق التي تم التسبب بها لتجارة القطن في تعريض حياة الملايين من منتجي القطن في إفريقيا للخطر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالفعل نحن متوجدين في قلب الحدث ونغطي فعاليات اليوم الثانية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر وفي المحور الأخير من هذه التغطية المباشرة سوف نتحدث عن أهمية استضافة هذا الحدث بالنسبة لدولة الإمارات وتحديدا العاصمة أبو ظبي مع ضيفي هنا في الستوديو ينضم إلينا السيد راشد عبد الكريم لبلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي سيد راشد أهلا بك معنا إلى هذه التغطية كما عودتنا دولة الإمارات عند استضافتها لمحافل دولية لفعاليات ومؤتمرات تعطيها زخم كبير في كافة المجالات فكيف إذا كان مؤتمر اقتصادي تجاري بهذا الحجم ما هي المكاسب اليوم لدولة الإمارات وتحديدا العاصمة أبو ظبي في استضافة هكذا حدث عالمي مهم بالنسبة للتجارة الدولية هذا المؤتمر وهذا الحدث يعتبر جدا مهم على مستوى العالم نتحدث اليوم عن التجارة العالمية التي دائما في نمو ودائما في تطور ودائما لرقام تتزايد يوما بعد يوم فالفترة الأخيرة كثير من التحديات واجهت التبادل التجاري العالمي إن كانت التحديات مرتبطة بأمور سياسية اقتصادية ومؤخرا كانت الصحية فكنتيجة وجود مؤتمر بهذا الحجم اليوم مهم جدا لدولة الإمارات لأن دولة الإمارات من ناحية لديها الرؤية الواضحة لديها الاستراتيجية التي تتمتع بالمرونة وكنتيجة لاحظ تأثيرها على مستوى العالم وتتأثر بالعالم كذلك فإمارة أبوظبي اقتصاديا الحمد لله بالعالمين في نمو مستدام سياسيا كدولة الإمارات علاقتنا جدا مهمة فمؤتمر مثل هذا وجوده في إمارة أبوظبي بالأخص يعطي أولا السمعة الاقتصادية للعالم ثانيا عندنا نحن اليوم كثير من العلاقات الدولية نحن كدولة الإمارات متدخلين فيها بطريقة أو بأخرى على سبيل المثال اتفاقيات سيبا اليوم وقعنا 13 اتفاقية في وقت جدا سريع وهناك ثلاثة اتفاقيات على وشك الانتهاء منها هذا يبين مكانة الإمارات بشكل عام وإبوظبي بشكل خاص ووجود مؤتمر مثل هذا في الإمارة يعطي القرارات ستأخذ بطريقة إن شاء الله بالعالم الأكثر انسجاما مع امتغيرات العالمية وهذا ما سمعناه يوم أمس في الكلمات الافتتاحية للمؤتمر وكما ذكرت أستاذ راشد هناك توظيف لهذا الثقل السياسي الدبلوماسي وأيضا الاقتصادي لدولة الإمارات في هكذا أحدث عالمية اليوم أيضا اقتصاد دولة الإمارات رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية اليوم شهدنا نمو في اقتصاد دولة الإمارات وتحديدا في اقتصاد إمارة أبوظبي ما هي العوامل برأيك والأدوات التي ساهمت في تطور التجارة غير النفطية في العاصمة أبوظبي بحسب الرقام التي شهدناها الرؤية أن يتم إيجاد اقتصاد متنوع ويقل الاعتماد على النفط فالفترة الأخيرة أكثر عن 50% من الاقتصاد قطاع غير نفطي ثانيا القطاعات الغير نفطية هناك بعض القطاعات لها تأثير قوي على الاقتصاد بشكل عام منها على سبيل المثال الصناعة وعندنا رؤية واضحة في الصناعة نحن اليوم الجزء الصناعي نبغي نرفع في عام 2030 بنسبة 100% ليصل إلى 172 مليار درهم الصادرات الغير نفطية هدفنا أن في عام 2031 نرفعها بنسبة 143% ليصل إلى 178.8 مليار درهم هذه تبين الاستراتيجية الواضحة للإمارة ثانيا البنية التحتية دولة الإمارات لديها القوانين والإجراءات ولديها السياسة الواضحة لاستقطاب الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وهذا ما لاحظناه في عدد الشركات وعدد المصانع وعدد الاستثمارات التي تتجه من العالم إلى الإمارات بشكل عام وإمارتها بوظيفة بشكل خاص هذه العوامل التي جدتها لاحظناها بقوة اليوم القطاع غير نفطي نمى بنسبة جدا عالية فهذا يبين همية إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على الخريطة العالمية الاقتصادية وهذا ما يعطي أيضا زخم لهذا الحدث الذي سوف نشهد مخرجاته في ختام هذا المؤتمر أنا أشكرك على هذه المداخلة وعلى وجودك معنا اليوم في هذه التغطية السيدة راشد عبد الكريم البلوشي ووكل دائرة أزامنا الاقتصادية بأوظبي شكرا جزيلا لك إذن عودة إلى زميلنا مكتوم في ستوديو مركز الأخبار ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية زميل أميرنا كل شكر لك ولضيفك الكريم إذن التغطية مستمرة لفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وبالعودة إلى ما لدينا من أخبار أكدت رازمينا تشيكيتش وزيرة دولة في وزارة الاقتصاد بجمهورية مقدونية الشمالية أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي يسعى إلى تحقيق نتائج تاريخية تلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء عبر نظام تجاري دولي متوازن وشفاف متعدد الأطراف بما يحقق الرخاء والازدهار العالمي يعد المؤتمر الوزاري اليوم بمثابة نجاح كبير لمناقشة ومعالجة بعض الأمور وسد الخلافات في بعض المجالات لتجارة الإلكترونية والذي يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لمقدونية الشمالية من أجل الوصول إلى الأهداف وتمديد الوقف الاختياري لإمدادات الرسوم الجمركية والنقل الإلكتروني والتي ينبغي تشجيدها خلال هذا المؤتمر بالنظر إلى الأمن الغذائي كجزء من المفاوضات في مجال الزراعة في مقدونية الشمالية التي تدعم التوصل إلى نتائج لتحقيق الدعم المحلي للزراعة وتعزيز الشفافية بشأن فائد السوق في ضوء التطلعات المشتركة لإبرام اتفاقيات واستثمارات مباشرة ويعد ذلك تقدما هائلا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة إيجابية لتتبع الاستثمارات والعلاقة المتكاملة بين الاستثمارات والتجارة كما تدعم مقدونية الشمالية الانتهاء من الوجه الثاني للمفاوضات بشأن إعانات مصايد الأسماك والمساهمة في هذا المجال من أجل ضمان الدخول الكامل في اتفاقية دعم مصايد الأسماك وفي النهاية أعتقد أن أهدافنا المشتركة ومشاركتنا المتفانية ستوفر مدخلات ذات صلة في المؤتمر الوزاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى قياسيا في 2023 بلغ ثلاثة تريليونات ونصف تريليون درهم رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أهم الأرقام والبيانات نتابعها في التقرير التالي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووزير السياحة والبيئة بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية اهلا بك معاليك في هذه التغطية تقدمتم بطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية في عام 2016 ماذا يعني لكم الاعلان يوم امس على انضمامكم لمنظمة التجارة العالمية وتحديدا بانه تم من هنا من دولات الامارات اولا يشرفني ان اكون هنا معكم في ابوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة دولة جميلة جدا الشعب لطيف جدا نحن نشكركم على حسن الاستقبال والضياف هذا الاستقبال الودود على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي بالنسبة الي وبالنسبة الى اعضاء الوفد من بلادي نحن نسعودة جدا في ابوظبي بالنسبة وبالعودة الى السؤال نعم لقد تقدمنا بطلب الدخول والحصول على العضوية منظمة التجارة الدولية العالمية في العام 2016 هذا الامر صحيح وكما تعلمون بادي اذي بدء نحن من الدول التي يتم تسريع وطيرة وصولها وحصولها على العضوية وامر تطلب سبع سنوات ولذلك نكون هنا سعادة جدا بان نصبح اعضاء في منظمة التجارة العالمية وحصول ذلك في ابوظبي نحن سعادة للغاية هذا اليوم التاريخي ليس فقط لتيمور الشرقية ولكن ايضا لمنظمة التجارة العالمية وايضا لهذا المؤتمر المقام في ابوظبي معالي كيف ستعملون على الاستفادة القصوى اليوم من هذه الفرصة لانضمامكم لهذه المنظمة الدولية منظمة التجارة العالمية وخاصة في تحسين المناحي التجارية والاقتصادية داخل دولة تيمور الشرقية نعم اولا اود ان اقدمس هذه الفرصة لوجهه الشكر لامعالي انغوزي ايويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ولفرقها اود ايضا اشكر رئيس المجلس العام والمساعد وايضا الوفد ورئيس الوفد التابع لتيمور الشرقية في جنيف كما رأيتم بالامس رئيس فخامة الرئيس خسيراموس هورتاريس جمهورية تيمور الشرقية رأس الوفد الذي قدم الى ابوظبي العضوية في منظمة التجارة العالمية مهمة جدا وهذه العضوية ليست مهمة فقط لتيمور الشرقية ولكن للمنظمة بشكل عام العضوية الكاملة هي احلم لكل دول من حول العالم كما استمعنا بالامس الى معالي انغوزي المديرة العام بمنظمة التجارة العالمية هناك حوالى مئة وستستين الدولة عضو في المنظمة ولكن هناك ايضا عشرين دولة تقدمت بطلب الدخول والحصول على عضوية المنظمة في حال استفاءة الشروط ليصبحوا عضاء كاملنا في منظمة التجارة العالمية اذا هذا اليوم رائع بالنسبة لنا ولكنه تحدي بالنسبة الى دولتنا فنحن دولة صغيرة جدا في جنوب شرق اسيا ولكي نصبح اعضاء كاملين العضوية في منظمة التجارة العالمية هذه خطوة نحو الامام لكي نصبح ايضا اعضاء في اسيان في العام الفين الخمسة وعشرين اذا العديد من كما ذكرت اليوم التحديات التي تواجهونها على السعيد الاقتصادي ولكن اليوم كيف ستحل بعض التحديات الاقتصادية والتجارية بانضمامكم لمنظمة التجارة العالمية نعم كما تعلمون بعد الدخول في العضوية هناك العديد امور الواجب فاعلها نعم هذا الامر يفيد بلدنا اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتجارة بشكل عام ولكن هذا الامر ليس سهل لانه بعد العضوية وتحقيق العضوية هناك العديد من الاجراءات الواجب فاعلها هناك العديد من الاتفاقيات الواجبطات توقيعها تعديل القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم وغيرها اذا نعمل بشكل وثيق مع المنظمة في البلاد لدينا فريق كبير في عالم مستوى الوزارة اقوله بنفسك كبير المفاوضين وايضا باستفاة نائب رئيس الوزارة ووزير الشؤون الاقتصادية لدي ايضا فريق يعمل في هذا المجال نحن بحاجة ايضا الى الدعم التقني من منظمة التجارة العالمية كما ايضا نسعى الى تعاون مع شركائنا واصدقائنا من حول العالم لمساعدتنا في هذا الاطار نحن ايضا سعاداء ومسؤولون للغاية لحصول هذا العضوية وعلاني عنها في ابوظبي ونحن سعاداء ايضا بالقول لكم ان دولتنا بدأنا علاقاتنا الديبلوماسية لأول مرة في مطاقة الشرق الاوسط مع دولة الامارات العربية المتحدة اصبحت لدينا بعثة دبلوماسية هنا في دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة تؤدي دورا بالغ الأهمية وتساعدنا كثيرا بالاضافة الى دولة الاخرى في اسيان ودول العالم انا اشكرك على هذه المقابلة وعلى اندمامك الينا في هذه التغطية معالي فرانسيسكو كالوبادي لي نائب رئيس الوزراء وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية وزير السياحة والبيئة بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ونتمنى لكم كل التوفيق أود أن أشكر جميع في أبوظبي أود أن أشكر سمو الشيخ ولي العهد في أبوظبي وأيضا معالي وزير التجارة الخارجية وجميع الفريق العامل في منظمة التجارة العالمية وأدو أن أشكر الفريق الرائع في الفريق الوزاري للمؤتمر الوزاري 13 وأتمنى كل التوفيق لأبوظبي وليمارات العربية المتحدة وليحمينا لله جميعا شكرا شكرا ونشكرك على هذه المقابلة وعلى تواجدك معنا أتمنى لكم كل التوفيق إذن مكتوم هذه كانت مقابلة من هنا من أرض المعارض لتغطية هذا اليوم من فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية حاولنا أن نغطي معظم الجوانب المتعلقة بفعاليات اليوم وأيضا انضمام دول جديدة لمنظمة التجارة العالمية هذا المؤتمر أيضا مستمر لـ 29 من هذا الشهر وسوف نتابع فعاليات عودة إليك مكتوم إلى ستوديو مركز الأخبار إذن زميلة ميرنا كل شكر لك ولفريق العمل هناك في قلب الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث تقام فعاليات هذا المؤتمر في يومه الثاني نحن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية لفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري 13 منظمة التجارة العالمية الذي يعقد هنا في أبوظبي موعدنا يتجدد بكم غدا بمشيئة الله وتغطية فعاليات اليوم الثالث حتى ذلك الحين لكم منها التحايا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة